نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأجيل تنفيذ إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025-2026 أوضح المركز الإعلامي أن خطة وزارة التعليم الخاصة بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 سارية ومستمرة كما هي دون تأجيل أو إلغاء هذا ونشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية